الخروج الجماهيري الخروج بمئات الآلاف وبعشرات الآلاف وبالآلاف هو الذي سيقهرهم هذه القوانين سيسقطها الشعب وحطها تحت أقدامه كما أسقط العهد الخامسة وأسقط ابو تفليقة واضطر القايد صالح أن يسجن كبار جنرالات بما فيهم السعيد اللي كان يتحيله ويخاف منه الخروج والمواجهة السلمية والمقاومة السلمية والثبات والصلابة والصمود في الثبات هذا أولي ينقض البلاد وإلا لقدر الله البلاد راهي على الهوية راهي على طرف الهوية إذا مروا مشاريحهم ما نقول اشتخابات كما قلت هذه ما عندها حتى قيمة ما عندها حتى معنى لكن مليح أن غدا يتم الخروج ويظهار إرادة الشعب اكتبوا الشعارات وخرجوا وكتبوا هلهم الليلة في الليلة اكتبوا لهم في الصباح اكتبوا لهم أمام صوروا هذوك اللي روحوا ينتخبوا أو صوروهم باش يبقاوا تبقى لهم معرة للتاريخ ولعنة للتاريخ وسينتصر الشعب ويعرف شكون كان مع هذه العصابات وشكون اللي ما كانش وما يقولش واحد ما كونش عارف ما يقولش ما كونش عارف ركتو طيل في عمر العصابات اللي خربت ونهبت البلاد واللي روحوا محولين أموالنا هو اعترف تبون وقالك 30% من المشتريات انتاعنا من العقود انتاعنا اللي درناها 30% نهبت ونهبتها العصابات طبعا هو جزء منها ما هو من عصابات السكن وهذا وزير الداخلية هذا بن جود هذا وبالجود هذا من كان هو رئيس مكتبه في السكن يعني هو ايضا من العصابات الفرق فقط انه هو ما زال راشاد وشنغريح لكن مش احطو الأمور خاصة مع الخصومات اللي راه جاية على القرادات وعلى شكون يطلع في القراد وشكون يروح لدار وشكون ممكن يشنقوه وشكون ممكن يدوه للسجن كنقول يشنقوه يعني يطردوه من العمل وهذا موضوع ربما تكلمو عليه المرة القادمة هو جاية ليا اذا اهم شيء اخواني واختر شيء هو انه عليك ان تفسد هذه المشاريع الباطلة الظالمة راه يديها البلاد للواد وراه يديها البلاد للحيط واللي يجيو يقول لك انتخابات تشريعية ما تقول له تكذب تريد الربعين مليون والباسبور والتكبر على خلق الله والمخير فيهم يبدل التليفون من بعد هذا وش تريدوا تريدون باش تدخلوا في فناد خمس نجوم تريدون اكل السحت واكل الفوتات تريدون والشعب يجوع انتم تريدون ان تصبحوا مع الملأ المجرم مع الجنرالات المجرمين في النهاية سينتصر الشعب في النهاية تتغرب الامور وتبان شكون اللي ثبته قاوم على الشعب وشكون اللي غرتهم الربعين مليون والباسبور واللي احنا عارفين باللي فقط واحد ربما من اربعين او من خمسين راح يمر اما الاخرين فستكون عليهم اللعنة وحتى هذاك اللي يمر فاللعنات عليه اكثر لانه اصر ان يروح يأكل الاربعين مليون في حين ان هناك اصر لا تجد متأكل بالملايين يقول لا تجد متأكلربما يأكلوا الشرب ربما يأكلوا شلاغ ربما يأكلوا حاجة بسيطة وكثيرين لازم يطلبو ورخم تشوف فيهم في المدن وعدد اللي رمي الطلبو رهم يزيدو وعدد الفقارا رهم يزيدو وعدد الانساء والاولاد اللي في الشوارع رهم يزيدو وعدد اللي يبيعوا في الكلينيكس ويبعوا في المارة هم يزيدوا مساكين من أجل لقمة العيش في بلد كان ممكن أن يطعم ربعمية مليون شخص عملاق عاشر مساحة في العالم بكل الإمكانية الذهب انتاعه والمواد الغالية راه تنهب وراه ترحل إلى الإمارات وإلى سويسرا وإلى أماكن أخرى إذن إخواني الخروج غدا كل من يستطيع بل حتى من لا يستطيع وإنما يجب هذه المقاومة بطرق مختلفة دائما في إطار سلمي على الأقل نستشوف أن الشعب كان غاضب وكان رافض برغم كل التهريج اللي رح يديروه في قنواتهم خروجكم في أيام مختلفة في ساعات مختلفة في أماكن مختلفة في مدن مختلفة غدا الانتخابات وبعدها وما بعدها مهم فليكن الصيف كله خروج بطرق مختلفة ليس رايحين يقدروا يسجنوا الألاف نعم تقدر تسجن طابو وتقدر تقاضي إحسان وخالد رارني ومصطفى قيرة وابراهيم بوتاش وزين رحال وتجديد وقائمة طويلة من الأحرار والحرائر لكن هناك ملايين من الخلف وعندما نكون ملايين يخافوا عندما نخرج بالألاف بعشرات الألاف يخافوا دائما تذكروا دائما تذكروا هذه عصابات تخاف ما تحشمش والمقاومة السلمية الصلبة الصامدة هي اللي تجيب نتيجة في نهاية المطاف حيا الله الأحرار في كل مكان حيا الله الأحرار في داخل الجزائر وخارجها إخوانكم كثيرين يسامحوني لأنهم أرسلوا لي كثير فيديواتهم اللي راحوا للقنصليات وواجهوا القنصليات هناك في كندا وفي فرنسا وفي الولايات المتحدة وفي إسبانيا وفي عدد من الدول الأحرار موجودين في الداخل وفي الخارج وهؤلاء الأحرار أقسموا بالله أن يسترجعوا هذا الوطن لشعبه لتقوم فيه دولة العدل والحق والقانون دولة مدنية وليعود العسكر إلى ثكناتهم وليس ليترببون على هذا الشعب اللي أفقروه وعذبوه وخربوا وطنه في النهاية سننتصر لكنه هو الصبر والثبات وهذا هو الصح ما تخافش إذا تخرج عشرين ولا ثلاثين ولا عشر أشخاص ولا حتى خمسة أشخاص هذون هم اللي يوما ما سيفتخرون بتلك الفيديوات وبتلك الصواة خرجنا يوم خافة كثير من الناس وجهنا يوم خافة كثير من الناس ولكن شجعوا خوتكم وما اتهموهمش الناس قدراتها مختلفة شجعوا كل الناس من خارج الله يبارك من واجه الله يبارك من خاف أو تراجع أو لعله يراجع نفسه لعله يعود لكن دائما إخوانكم الأحرار ما تمسوهمش بكلمات هذه الكلمات تخلوها للعصابة ولذباب العصابة وانصار العصابة حتى قوة القمع تعاملوا معهم ليه في النهاية يوما ما سيصبحون معنا ترجمة نانسي قنقر